في محاولة منه لرأب الصدع إثر أزمة في العلاقات بين البلدين التقى وزير الخارجية التركي مولود شويش أغلو بوزير شؤون الاتصال الأردني الدكتور محمد المومي على هامش قمة دول عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأذرية باكو وخصص اللقاء بالقرار الأردني حول وقف العمل باتفاق التجارة الحرة قبل أسبوعين ما أثار انزعاج السلطات التركية التي لم تعترض وحاولت احتواء الموقف وإجراء مشاورات واتصالات وسائل أعلام ذكرت أن الوزيرين المومني وأغلو اتفقا على تشكيل لجان فنية مختصة تتعامل مع الأسباب التي أدت لتجميد الاتفاقية وتعمل على وضع توصيات يتحقق من خلالها اعتدال في الميزان التجاري بين البلدين ويحفظ مصالحهما يأتي ذلك فيما أجرى السفير التركي في عمان مباحثة في نفس السياق مع نائب رئيس الوزراء جمال السرايرة للبحث عن مخرج للأزمة بين البلدين بعد تسريبات تحدثت عن تدخل سعودي لتحجيم الدور التركي في المنطقة دور يراه مراقبون أنه أدى إلى إرباك المشهد بشكل عام عبر تدخلات تركية وصفت بالسلبية خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية والأزمة مع قطر وكانت عمان قد قررت إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارية حرة بين الأردن وتركيا مشيرة إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية ومنذ دخولها حيز النفاذ في عام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها بل وأسهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بأحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن